الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تحدثنا في اللقاء السابق عن كتاب من كتب التفاسير الأحكام وهو أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 ونتحدث في هذا اللقاء عن كتابين من أهم كتب أحكام القرآن أولهما كتاب أحكام القرآن لبن العربي أولا نقرأ ما أورده المؤلف عنه ثم نقرأ رأي دكتور علي العبيد في رسالته تفاسير آيات الأحكام ومناهجها في هذا الكتاب يقول الشيخ مناع القطان أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد المعافري الأندلسي الأشبلي من أئمة علماء الأندلس المتبحرين وهو مالكي المذهب وكتابه أحكام القرآن أهم مرجع للتفسير الفقه عند المالكية توفي الإمام القاضي أبو بكر ابن عربي في موضع يسمى أغلان قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة 543 من الهجرة إذن في القرن السادس سنة 543 من الهجرة طبعا الإمام بن العربي يعني له رحلة مشهورة إلى المشرق والتقى فيها بالغزالي وسجل رحلته هذه الممتعة الشيقة في كتاب اسمه قانون التأويل حيث صدر هذا الكتاب بهذه الرحلة وما جرى له فيها من أخبار وعجائب ومناظرات وأشياء كثيرة يعني ممتعة جدا ومفيدة للقرأ الإمام ابن العربي رحمه الله له كتب كثيرة مشهورة معروف عنه التحرير والتدقيق ومن كتبه أحكام القرآن الذي سنتكلم عنه الآن يقول الشيخ مناع القطان وابن العربي في تفسيره رجل معتدل منصف لا يتعصف لمذهبه كثيرا ولا يتعصف في تفنيد أراء المخالفين كما فعل الجصاص وإن كان يتغاضى عن كل زلة علمية تصدر من مشتهد مالكي طبعا هذا الكلام فيه نوع من عدم الدقة فيه أحيانا تعصف خاصة ضد المذهب الشافعي وفي كثير من الأحيان يرد على الزلات التي يقع فيها المالكية قال المؤلف وهو يذكر أراء العلماء في تفسير الآية مقتصرا على آيات الأحكام ويبين احتمالاتها المختلفة لدى المذاهب المتعددة ويفرد كل نقطة في تفسير الآية بعنوان فيقول المسألة الأولى المسألة الثانية وهكذا وقل ما يقص في الرد على مخالفه كقوله مثلا في تفسير قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال المسألة الحادية عشرة قوله عز وجل فاغسلوا وظن الشافعي وهو عند أصحابه معدو ابن عدنان في الفصاحة بلها أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب يعني كأنه نوع من السخرية أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف وفي سورة النساء وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد على كل حال هذه مسألة خلافية وقد يكون الراجح هو مع الذين يقولون أن الغسل هو صب الماء ولو لم يحصل معه دلك ثم قال ويحتكم ابن العربي في تفسيره إلى اللغة في استنباط الأحكام وينفر من الإسرائيليات ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها وهذا واضح ثم قال والكتاب مقبوع عدة طبعات منها طبعة في مجلدين كبيرين ومنها طبعة في أربع مجلدات ويتداوله العلماء ولم يزد على ذلك في حديثه عن هذا الكتاب نقرأ رأي الدكتور علي العبيد في كتاب ابن العربي يقول الدكتور علي العبيد في رسالته تفاسير آيات الأحكام ومناهجها قال وبعد هذا العرض بعد أن درس الكتاب من جوانب كثيرة وذكر مميزاته قال وبعد هذا العرض عن كتاب أحكام القرآن لابن العربي أرى أنه يعد من أفضل الكتب المؤلفة في أحكام القرآن لعدة اعتبارات واحد اجتماله على عدد كبير من آيات الأحكام اثنين استقصائه في بيان معاني الآيات من منطوقها ومفهومها ثلاثة براعته في الاستنباط واستخراج الأحكام أربعة التزامه بمنهج معين لا يحيد عنه فظهر كتابه حسن الترتيب والتبويب خمسة استشهاده بالأحاديث المؤيدة للحكم مع توثيقها أو جرح المحدثين بها نفرته من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة سبعة حرصوا على ذكر أقوال السلم في تفسير الآية ثمانية شموله غالب أقوال الفقهاء وذكر استدلالاتهم ومناقشتها تسعة تركيزه بصورة خاصة على مذهبه المالكي مما جعله يعد مرجعا مهما في الفقه المالكي عشرة سعة إدراكه وتنوع معارفه وإلمامه بمختلف العلوم مما جعله متمكنا من توجيه الأقوال والترجيح بينها الحادي عشر عنايته بمعاني الآيات لغويا وإلمامه بالقراءات الوالدة في بعضها وحرصه على بيان الأحكام على ضوء القواعد الأصولية الثاني عشر اهتمامه بما في الآيات من أسباب النزول والترجيح بينها إذا تعددت الروايات فيها كما يذكر ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ إن وجد ذلك وبعد فكتاب ابن العربي يعد وسطا بين كتب الأحكام المختصرة والمطولة وجامعا بين الرواية والدراية وقد تأثر به عدد من العلماء ونقلوا عنه في كتبهم فمن هؤلاء أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن وابن كثير في تفسيره القرآن العظيم والسمين الحلبي في كتابه القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز والسيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل والشوكاني في كتابه فتح القدير إلى آخر ذلك وغير هؤلاء ممن استفاد منه ونقل عنه مما يدل على بلوغ كتابه مرتبة عالية عند هؤلاء الأعلام وغيرهم ولا شك يا أخواني أن هذا الكتاب يعد من أفضل كتب أحكام القرآن وفيه قواعد كثيرة ومسائل لطيفة وتنبيهات جميلة واستنباطات دقيقة من قرأ فيه استمتع به كثيرا ووجد فيه من الدرر والفوائد ما يحتاج معه إلى أن يستخرج هذه الفوائد ويجمع ترجيحاته وأقواله فهو إمام حقيقة من الأئمة الذين ينبغي الحرص على قراءة كتبهم وأخيرا نختم بالحديث عن أوسع كتاب في الأحكام وهو الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي تكلم عنه الشيخ منع القطان وقال الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أنصاري الخزرج الأندلسي عالم فذ من علماء المالكية له مصنفات كثيرة أشهروا كتابه في التفسير الجامع لأحكام القرآن طبعا الجامع لأحكام القرآن كتاب معروف هو معروف عند طلبة العلم ومتداول بين العلماء وهو من أهم كتب أحكام القرآن طبعا القرطبي توفي سنة 671 من الهجرة في القرن السابع قال منال قطان عن هذا الكتاب والقرطبي في تفسيره لم يقتصر على آيات الأحكام وهذه ميزة له طبعا هو يفسر القرآن كله من أوله إلى آخره لكنه يركز على آيات الأحكام وإنما يفسر القرآن تباعا فيذكر سبب النزول ويعرض للقراءات والإعراب ويشرح الغريبة من الألفاظ ويضيف الأقوال إلى قائليها ويضرب صفحا عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين وينقل عن العلماء السابقين الموثوقين ولسيما من ألف منهم في كتب الأحكام فينقل عن ابن جرير الطبري وابن عطية وابن العربي ولكيال هراسي وأبي بكر الجصص ويفيض القرطبي في بحث آيات الأحكام فيذكر مسائل الخلاف ويسوق أدلة كل رأي ويعلق عليها ولا يتعصب لمذهبه المالكي فهذه من مزايا القرطبي لا يتعصب فهو معروف عنه الاعتدال والإنصاف ولا يتعصب وذكر مثالا لذلك ويرد القرطبي على الفرق فيرد على المعتزلة والقدرية والروافض والفلاسفة وغلات متصوفة ولكن بأسلوب مهذب كذلك ويدفعه الإنصاف إلى الدفاع عما يهاجمهم ابن العربي من المخالفين أحيانا ويلومه على ما يصدر منه من عبارات قاسية على علماء المسلمين وحين ينقض يكون نقده نزيها في أدب وعفة طبعا ومن مزايا هذا الكتاب أنه يربط الآيات بالواقع ويحلل كثير من الوقائع التي وقعت في زمانه ويربطها بالآيات القرآنية هذا ما ذكره المؤلف نختم بالحديث صاحب الرسالة عن هذا الكتاب طبعا هذا الكتاب من أفضل الكتب في أحكام القرآن وفي التفسير عموما يقول رأيي في الكتاب وبعد هذه الدراسة عن كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن رأيته جامعا شاملا لاتجاهات مختلفة وجوانب متعددة حيث اجتمل على المأثور من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين إلى جانب حرص مؤلفه على الرأي المحمود وأقوال المفسرين والاهتمام بعلوم القرآن المختلفة من أسباب نزول ونسخ وقراءات والعناية باللغة وبيان معاني المفردات وإعراب الكلمات واشتقاقها والتأييد لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة مع التحفظ على هذه المسألة لأنه الإمام القرطبي يوافق أهل السنة والجماعة في مسائل ويخالفهم وإن كان يغلب عليه جانب الميل إلى الأشاعرة فهو موافق للأشاعرة في اعتقادهم وقد يتفق مع أهل السنة والجماعة في مسائل فهو غير على كل حال متعصب ويسلك مسلك البحث عن الصواب وقد يخالف الصواب في كثير أو في مسائل متنوعة من العقيدة قال والرد على المبطلين وأصحاب البدع والبعد عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا أنه يأخذ عليه بعض التأويلات لبعض آيات الصفات وإلى جانب ما تقدم فقد كان متميزا بتقصي الأحكام الشرعية عن طريق إرادة الجزئيات من المسائل الفقهية والاستدلال عليها من النقل والعقل والترجيح والترجيح غالبا بين الخلافات مع عدم التعصب لمذهبه المالكي حيث يتمشى مع الدليل الذي يقود إلى الصواب بصرف النظر عن قائله وهذه ميزة كبرى قل ما تتوفر في غيره من من كتبوا في أحكام القرآن وفي زمن ساد فيه التعصب المذهبي والجمود على الأقوال المتقدمين من علماء المذهب هذا رأي الدكتور علي العبيد في كتابه تفاسير آيات الأحكام ومناهجها وهو كتاب قيم في مجلدين يستفاد منه لمعرفة مناهج من ألف في التفسير الفقهي وآيات الأحكام وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن التفسير الفقهي وعرفنا بالكتب الثلاثة أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للقرطبي أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر